بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الدرس الموجات الميكانيكية المتوالية نتناول في هذا الفيديو قياس سرعة انتشار الموجة طول الحمل وقياس سرعة انتشار الموجة على سطح الماء البداية قياس سرعة انتشار الموجة على طول الحمل سرعة انتشار الموجة طول الحمل رح你anız ننجز ونتركيب جريبي التالي ننجز تركيب جريبي التالي رحول حبل نربط الطرف هو بحامل والطرف الآخر يمر من بكرة ثم نعلق كتلة النقطة التي نحدث فيها في النقطة B نضع خلية كاردوئية في النقطة A في النقطة M نقطة A خلية كاردوئية مرتبطة بميقات إلكتروني كذلك في النقطة N خلية أخرى كاردوئية مرتبطة بميقات إلكتروني دور الميقات هو القياس المدة الزمنية التي استغرقتها الموجة لقطع المسافة M إلى N عند مرور تشويه في النقطة M ينطلق العداد وعند مروره في النقطة N يتوقف العداد ويشير إلى المدة الزمنية المدة الزمنية دلتا ت ونقص المسافة MN بمسطرة مسافة M تساوي D نعبر مثل ميقات إلكتروني ميقات ميقات إلكتروني نعبر عن سرعة سرعة تشار الموجة بالعلاقة V تساوي V تساوي D على دلتا ت بقياس المسافة D وقياس المدة الزمنية دلتا ت نحسب سرعة V تساوي D على دلتا ت وحداتها متر على السوء في نقطة تتعلق سرعة انتشار بتوتر الحبل تتعلق سرعة انتشار تتعلق سرعة انتشار بتوتر الحبل T تساوي P تساوي N في G كتلة الجسم N وتوتر الحبل T T يساوي P يساوي N في G إن يطن تتعلق كذلك الصراط التشار تعلق تتعلق الصراط التشار كذلك بالكتلة الطولية تتعلق الصراط الانتشار كذلك طر الحبل بالكتلة الطولية م تساوي تساوي م تساوي M على L حيث M كتلة الحبل M كتلة الحبل الحبل الكيلوغرام و L طول الحبل بالمتر م تساوي كيلوغرام م تساوي 1 هذا بنسبة لسرعة انتشار طول الحبل الآن قياس سرعة انتشار م تساوي حصوص المأ قياس سرعة انتشار الموجة قياس سرعة انتشار الموجة على سطح المأ م تساوي و سطح الماء في حوض للموجات في حوض للموجات نضع قطعتين في اللي نضع قطعتين قطعتين في اللي تفصل بينهما تفصل بينهما مسافة مسافة D كالتالي إن يوجد به ما في نقطة نحدث تشوى بالأسبوع في نقطة في نقطة نضع قطعة الفلين الأولى وفي نقطة نضع قطعة الفلين الثاني وعند عند عند تشويه في النقطة عندما تصل لسل الموجة إلى النقطة يحدد لها ترتفع ترتفع نحو الأعلى ثم تعود إلى مكاني الأول بوسط الميقات نسجل لحظة T1 ميقات يدوي لحظة T1 وعند وصول الموجة إلى نقطة أيضا ترتفع نحو الأعلى ثم ترجع إلى مكاني الأصلي وبوسط الميقات كذلك نسجل لحظة T2 نعبر عن السرعة بالعلاقة V تساوي نعبر عن السرعة بالعلاقة V تساوي D على دلتة T حيث D المسافة بين النقطتين M و M مسافة D و دلتة T M و دلتة T تجوج ناقص T1 و دلتة T تتعلق سرعة امتشار الموجة على سطح الماء تتعلق سرعة امتشار تتعلق سرعات الامتشار على سطح الماء بنوعية السائل نوعية السائل وتقال والعمق وعمق السائل نعبر عنها كالتالي كالتالي V تساوي جر V تساوي جبر ج في أش كما نعبر عن سرعة الانتشار كما نعبر عن سرعة الانتشار طول الحبل بالعلاقة بالV تساوي لعلاقة V لعلاقة V تساوي جدر F جدر T على م تساوي بإنقاط تساوي bring شكرا